في الحلقة الجديدة من مسلسل الأسيرة سيتم إجراء تغييرات جدية في حبكة المسلسل ولهذا السبب سنرى الكثير من المشاهد المليئة بالإثارة في حلقة الموسم الجديد أولاً ستعرض اللحظة التي يجتمع فيها هيرا وأرهون لأن أرهون لن يتمكن من رؤية هيرا في القصر عندما يخرج من السجن من ناحية أخرى ستكذب عفيفة على أرهون بأن هيرا غادرت القصر دون سبب كما ستقول عفيفة أن حراء تخلت عنك يا أرهون سيكون أرهون حزيناً جداً بعد كلام عفيفة لأن أرهون لن يتحمل ترك هيرا له بدون سبب لهذا السبب سينطلق أرهون مرة أخرى للعثور على هيرا ولكن على الرغم من أن أرهون يبحث عن هيرا في كل مكان إلا أنه لا يستطيع العثور عليها في أي مكان عند النقطة التي فقد فيها كل الأمل ستجتمع هيرا فجأة مع أرهون في نفس المكان وبطبيعة الحال هذا المكان سيكون مركز للشرطة لأنه سيتم القبض على هيرا وابنتها في الموسم الجديد سوف يتفاجأ أرهون جداً برؤية هيرا في البداية سوف يشعر أرهون بالمفاجأة والسعادة في نفس الوقت عندما يرى حراق ولكن في اللحظة الأخيرة سوف تطغى سعادة أرهون لأن أرهون سيرى أن هناك طفل بجانب حراق لذا سيدرك أرهون أن هيرا قد أنشأت له عائلة لهذا السبب سيعاني أرهون من آلام الحب سوف يفكر أرهون في كيفية خيانة هيرا له سيمسك أرهون بهيرا في أول فرصة ويقول كيف يمكنك ينخيانتي يا هيرا ستبقى هيرا صامتة وتبكي أمام أرهون لكن لحسن الحف أرهون لن يترك هذا الأمر أبداً سيعتقد أرهون أن هيرا نخفي شيئاً عنه وسيقوم بالتحقيق في الحقائق وعندما يحقق أرهون في الحقائق سيعلم أن هيرا حملت منه بالإضافة إلى ذلك سيكتشف أرهون أن الفتاة المجاورة الهيرا هي ابنتها وهكذا سيتحول أرهون إلى أسعد رجل في العالم ولكشف الحقيقة سيذهب أرهون إلى حراء ويقول أنا أعرف الحقيقة في النهاية سوف تعانق هيرا أرهون وتبكي لذلك سوف يجتمع أرهون مع عائلته في الموسم الجديد وهكذا ستنكشف كل أسرار سلسلتنا لن يعود كنان ونرشاه إلى مسلسلنا مرة أخرى لأن دور كنان ونرشاه في مسلسلنا انته ومع انتهاء حب كنان ونرشاه سينضم ممثلون جدد إلى المسلسل وأسماء هؤلاء الأشخاصهم يعقوب سليم بغشيشك سوتي هونفا الجين بينجول زوليها حمزة إسراء شهين شيديم ساكاريا بولينت أرجون ميردان كاردام ميرت عابدين يورلي نوردان تونيكي كتش عثمان إسكندر بأي نورنجير محمد أمره همشي أغلو باريش جورسيس أركان توتك أكاي أركان أزدال أريالينا البيرق كما أن إحدى الممثلات وهي عفيفة ربما تكون قد تركت المسلسل إذا تركت عفيفة المسلسل سيكون هناك شخصيات سيئة بين هؤلاء الممثلين الذين سينضمون إلى المسلسل ستبدأ سلسلتنا من جديد يوم الاثنين ثلاثون سبتمبر إذا كان هناك تغيير جدي في المسلسل فسيتم بث مسلسلنا في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر لذا هل تعتقدون أنكم تريدون أن يكون هيرا أرهون سعيدين؟ سأنتظر تعليقاتك أبنى وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا القسم أيها الأصدقاء للمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك والإعجاب وتفعيل التنبيهات وترك تعليقاتكم اعتني بنفسك نراكم مرة أخرى